وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها كنقطة انطلاق ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية وتحويل ذلك بعمل الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية جاءت توجهات سيادته خلال اجتماع مع الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإضافة لعدد من المسؤولين المعنيين وذلك للاطلاع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وذلك وفقا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية